عبدو يحيى مهاجم نادي غزل المحلة وفقاً لمصدر مكرر من رقم عشرة قال إن اللاعب طلب من إدارة نادي الزمالك سرعة حسن ضمه من فريق المحلة خصوصاً بعد ما وصل عروض للمحلة من نادي هاي فيوتشر والمصري المصدر قال له إن المحلة طلب من الزمالك 15 مليون جنيه الموفع رحيل لللاعب في الوقت اللي حددت في إدارة نادي الزمالك عرضها بعشر ملايين جنيه داعم مميز برضو داعم مميز قوي مع غزل المحلة اللي حددت الموهوبة جداً يعني